اهلا بكم مشاهدينا وفقرتنا دلوقتي هتكون عن حاجة بقت مهمة جدا في حياة المصريين وهي الانترنت الانترنت لما بنيجي نلاقي عروض كتير جدا وشركات كتير جدا بتقدمها بيبقى زي ما بنقول جر رجل كده جزء كبير منهم ما نقدرش نعمم على الجميع لكن بتبتدي المعاناة بعد كده مع السرعة مع تدني الخدمة مع انقطاع الخدمة احيانا السيرفرات تقع مشاكل كتير بيقابلها مستخدم الانترنت اللي بيزيد عددهم كل يوم عشان كده مجموعة من الشباب قررت انها تعمل حملة ضد هذه الشركات تحاول توصل المطالب تحاول انها تجيب حق المستخدمين خلونا نتكلم بالتفصيل مع اتنين من اعضاء الحملة اللي مشرفلنا الجيولوجي مهندس اسلام خالد منصق عام صفحة طورة الانترنت ومهندس شريف انتصار مصمم صناعي واحد اعضاء صفحة او حملة طورة الانترنت اولا ايه اللي خلاكوا تفكروا الفكرة دي اكساسا يعني هي فكرة قوية جدا مع تنامي احتياج الناس للانترنت ومع ان الناس بتستخدم الانترنت من كذا جهاز يعني ممكن من التابلت ممكن من التليفون ممكن اي حاجة وفي اجهازة جديدة بتستخدم الانترنت والجي بي اس وبتاع فالناس بتابتت تستخدمها في كل حاجة في حياتها والعصر القادم كله كده فانتوا ايه اللي خلو الفكرة تيجي في دماء الموضوع أصلا موجود في مصر من زمان المشكلة موجودة من زمان مش السنة دي بس المشكلة موجودة في مصر من سنين فاتت موضوع صورة الانترنت يعني فيه ناس اتكلمت عليه قبلنا بس كان بينام طبعا لأن ما كانش فيه وعي يعني الناس كلها كانت اه أنا ده فيه نت أنا دخلت وخلاص وجبت لأنا عايزه وطلعت دلوقتي الحاجة للانترنت في مصر زادت بحسيا وفيه ناس شغالة وكده فلما جيت السنة دي فيه قناة على اليوتيوب عملت فيديوهات بتبين مساوئ الانترنت في مصر وإزاي ان احنا مدحوك علينا يعني شوفنا الفيديو 7 ديسمبر بالزبط خليني بس أقف عند نقطة مدحوك علينا ليه مدحوك علينا مدحوك علينا بالزبط لأن احنا بيوصل لنا خدمة رديئة أولا أقل سرعة عندنا في مصر 512 من كم سنة كان فيه 256 وكان فيه 28 خليني أوضح بس للناس عشان الناس اللي بفهمها الانترنت بتتقاس بالسرعات بتاعتها من أعلى سرعة لايقات تي وان دي أعلى سرعة في العالم ودي مش موجودة غير في دول قليلة لأنها بتروح من خلال الكابلات أو الكابل الكابل ده بيوصل الانترنت وبيوصل تليفزيون بيوصل كل حاجة وبتتدرك بعد كده السرعات تي تو تي تري لايقات ما بتوصل عندنا في مصر والإيه دي اس أل ده شريحة متتدنية جدا في شرائح السرعات العالمية عشان بس الناس تبقى فاهم طيب شريحة أنا هجيلك لكن أنا عايزة أسأل إسلام باش مهندس إسلام خالد انت راجل جيولوجي إيه اللي خلاك تدخل في الحكاية دي عشان وانا بقدمك قلت الجيولوجي فلازم برضو أبتلي من النقطة دي قبل ما نكمل طيب طيب أنا بحب تكنولوجيا أولا يعني من أول ما دخل أنا بدايتي معها كنت وانا في الكلي مع التكنولوجيا بداية أتعلم برمجة وحاجة بترميني على حاجة الحد من الحمد لله بقيت من الناس العاشقة برمجة كونا التيم لذيذ كده من شباب مصري عملنا فريق شغلوا كله في الانترنت برمجة واستضافة مواقع وتصميم مواقع وحاجة اسمها ويت هاكينج ويت هات هاكينج فريق بنشوف الصغرات في المواقع المصرية وبنبلغ صحابها بيهم آه الطيبين الهكر الطيب آه الحكر الطيب كبع البيضاء فبنبلغ الناس بيهم فطبعا إحنا في وسط المطبخ يعني معاصرين للمشكلة اللي هي بتاعت الانترنت طيب مهندس شريف انت سواك انت راجل مصمم صناعي ايه دورك في حملة ثورة الانترنت وانت شايفها ازاي وتطورت بقى لها دي وتطورت لغاية في انترنت طيب هو مبدئيا أنا عايزة اوصل للناس بس ايه هي مشكلة اصلا ثورة الانترنت وليه تعملت ليه الناس متضايقة من النبت في مصر الهوى معاك تمام مبدئيا احنا بندفع اسعار غالية جدا بناخد سرعة قليلة جدا طيب اسعار غالية جدا قبل خلينا نفسصها بس نقطة نقطة عشان نستبقى مستقبل هقول ثلاث نقطة رئيسية اه وبعد كده فصصت وبعد كده نتكلم في الاسعار واحد بندفع اسعار غالية جدا بناخد سرعة قليلة مقارنة بالفلوس اللي احنا بندفعها ثانيا خدمة دعم فني او خدمة ما بعد البيع رديقة للغاية تمام نمسك نقطة نقطة نمسك نقطة نقطة هي السرعة والسعر مرتبطين ببعض لان انت لما تدفع سرعة انت بتاخد بيهم خدمة فانت ممكن تدفع مثلا الف جنيه بس تاخد بيهم سرعة عالية قوي تمام احنا هنا في مصر انا مش اتكلم عن اسماء شركات او اتكلم عن حاجات زي كده بس انت لما تدفع مبلغ معين انت في اي دولة تانية يعني احنا يعني الانات اللي احنا بنشوفها في التلفزيون مثلا واحد ميجا بيت اتنين ميجا بيت انت بتدفع على قد السرعة اللي انت عايزها في البيت عندك مقرنة بقى بالدول التانية مقرنة بالدول التانية احنا السرعة عندنا هي ال 512 دي اقل حاجة عندنا ب95 جنيه تمام تمام شهريا في المغرب اللي هي اقل يعني في نفس المستوى بتاعنا كبنية تحتية وكطريقة يعني كاسلاك في الانترنت ونفس الشبكة بتاعتنا اقل حاجة عندهم 4 ميجا تمام بكم ب84 جنيه ب84 جنيه يعني احنا عندنا ال 512 و95 وهم عندهم ال 4 ميجا اللي هي اقل حاجة اللي هي اقل حاجة عندهم 84 ما يوازي 84 جنيه طب انا بس ايسأل على جزئية البنية التحتية عشان برضو الناس تبقى فاهمة الانترنت بتتوصل بكبلات فيبر اوبتيكس الياف ضوائية تحت خط البحر دي الكبلات الرئيسية اللي بتتسمى عظم الشبكة او الباكبون فانت بتقول انه احنا زي عندنا زي عند المغرب وعند دول كتير في المنطقة الشبه في ايه في طريقة التوصيل الشبه في البنية التحتية اللي هي الاسلاك النحاس والاعتماد على على خطوط التلفونات والكلام ده كله ماذا اعتمادوش مثلا على الساتلايت زي دول تانية يعني في دول تانية السرعات عندها عالية جدا الاساتلايت الساتلايت عمتا ما بيحبسش الاستخدام فيه اللي هو بيستعمل في الشركات او في الاماكن انت صعب الوصول لها تمام لانه هو اصلا بيبقى معظم استخدامه بيبقى وان وي يعني انت بتاخد من الساتلايت بيبقى عشان يعني بيبقى بيبقى بس الانترنت دون لود وابلود بيتم بطرق تانية تمام يعني احنا مش نتكلم بس بردو زارية يعني كابلات الالياف الضوئية ما هي بردو كابل رايح وكابل جاي اه اه الالياف الضوئية في مصر في بعض المناطق جديدة بدأ يبقى فيها الياف ضوئية وللأسف ما اشتغلش النت فيها بردو لان الالياف الضوئية عايزة اجهزة في السنترالات اعلى من الاجهزة اللي موجودة هنا فما فيش نت يعني فيه ناس كتير جدا بتعاني ان هما عندهم الياف ضوئية ويقدروا يستقبلوا نت بميت ده في سرعة النت اللي موجودة هنا تمام بس ما فيش السنترالات او الشركات بتاعت يعني امكانيات البنية التحتية بتاعتنا في السنترالات والاجهزة الفنية مش على قد السرعات اللي موجودة دلوقتي لا هي على قد السرعات اللي موجودة دلوقتي بس مش على قد السرعات اللي المفروض تبقى موجودة اه اللي هو مستقبليا يعني هي لها حدود وقف عندها ما فيه تطورات جديدة بعديا. بالزبط. طيب. انت قلت لي مقارنة بالمغرب. مقارنة بإيه تاني؟ بالإمارات مثلا؟ بالسعودية. بالسعودية. بالسعودية؟ أكيد احنا مش أغنى بالسعودية. لا مش موضوع غنى. هو موضوع ما لهش أي علاقة بالغنى والغنى. لا يعني المواطن المصري مش أغنى المواطن السعودي. فقدرته أكيد مش زي قدرة المواطن السعودية. لا هم هناك ما بماديا. ما لديهش علاقة بالقدرة خالص. يعني أنت يعني. أنا أتكلم على على دواقع على الأرض. مش أتكلم إنه ده علاقته بإيه بالأسعار. هل سنتكلم على الواقع الدخل المواطن المصري بشيء. ده شيء النسبة الطبيعية يعني. تمام. هم هناك عندهم. يعني أنا بنعمل لسه أية اللي مبارح. عرض بيدفع في التسعة شهور بسرعة 2 ميجا. دي أقل حاجة يعني. ربعمل ريال. يعني في التسعة شهور ربعمل ريال. مش ربعمل شهريا. لا. في التسعة شهور. يعني بحاجة أقل من خمسين ريال. يعني حاجة بتاع خمس واربين جنيه في الشهور. لا. حاسة 0.80. حاول itís ٨ perceber. حوالی ٨ جنيه تقريب. حوالی ٨ جنيه. و بياخد ١ ميجا. ٨ ميجا. آه. احنانا خمسمية ونتوع أقل حاجة NPW. هي حاجة يعني. حاجة يعني لطيفة. آه. إضافة بس بس. وموضوع البنية التحت I覆ة الامري settlement. بالنسبة للمقارنتها مع المغرب. نتكلم في الموضوع في الأسلاك تحت الأرض. الأسلاك سيئة في كل حد. هناك شيء آخر نعرفنا. كل الدول يعد منها الكابل الدولي. اللي هو الفايبر. نتكلم حضرتك عنه. الدول تأخذ إيجار بالميل. أنا دولة كمصر. يجب أن يعد لدينا كابل. يأخذ على كل كابل إيجار بالميل. اللي يتحركوا جوة البلد. البلد deepest وتأخذ مئة ألف دولار على البلد. يجب أن نأخذ عاشر ثلاف دولار. إن شركات الموصلة في مصر. يجب أن تدفع مئة ألف دولار على البلد. هذا انизнес تحصل عرف الدولي؟ عرف الدولي، نأخذ ب değildى ألف دولار على البلد. Innovation. هذا حرف أثر. أو من يحantwort لهكذا رسول Barcelona. وهذا مصر ما هو استعادة على هر Season 1 الأساسية؟ انه الهكال terrorism ي периدا أسفضل. تحصل أجغال جهاز القومي. وطبعاً حق الرد مكفول لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليه حضراتكم بتاخدوا على المية لعشر وتلاف دولار مع إنه المفترض إنه مية ألف دولار سؤال مطروح يجب الإجابة عادة احنا مش عندنا كبل ولا اتنين ولا تلاتة احنا عندنا كبلات فاقت العشرين كبل ده اللي احنا عرفناه كبلات فاقت العشرين كبل أكتر من عشرين كنت تتكلم على اللي بيعدي في البحر في البحر ولا اللي بيعدي جوة مصر نفسها البحر ده بيبقى داخل حدود المياه الدولية بتاعت مصر المياه الإقليمات دولية بغد النظر يعني عن الموضوع الكابلات ده ويناس بس لازم عشان تبقى فاهمة إنه كابل ده حاجة أساسية هو ده اللي بيوصل الدنيا كلها في جزء من الثانية شو بس لنستفهم إنه كابلات ده مش حاجة سنوية بالنسبة للإنترنت يعني بالنسبة بقى الموضوع الأسعار ويقالوا إنه الرد اللي هو اللي بنسمعه على طول في خدمة العملاء السنترال ما يستحملش السنترال يستحمل حد 24 ميجا هقول لي حاجة دليل حد 24 ميجا الأسلاك النحاسية اللي بتحت الأرض اللي مصر كلها موصلة منها بتستحمل حد 24 ميجا المشكلة في حاجة واحدة هو هي السرعة بتقل مع المسافات اللي بره السنترال لا تقل مثلاً من أنت تبقى مثلاً راجل مشترك على 4 ميجا توصل لك 512 مش دفعش بالدراج المشكلة إنهم بيعملوا أوفرلود بمعنى أن الأجهزة مثلاً تستحمل 20 مشترك أنا بقول مثالي يعني مش رقم هم يحطوا مثلاً أربعين، خمسين، ستين، سبعين تمام؟ ووزارة الاتصالات لأهم حق الرد لا لا، دي مش بتاعة الجهاز القوم التنظيم والاتصالات دي بتاعة الشركات نفسها تاعة الشركات نفسها، وشركات ليها برضو حق الرد بالنسبة بقى لمشكلة خطوط الفايبر اللي هي جوا مصر اللي هي تقنية الفايبر اللي هي ممكن توفر على مصر كتير من سرقة الكابلات اللي تتسرق كل شوية اللي دي احنا بنطلق توفر، توفر، يعني هي تنصيل كابلات الفايبر كابلات الفايبر أرخص من النحاس لا هي مالحشة بس مش هتتسرق زي مالحال اللي هي ساعة دا مش عارف تتصرف فيه مش ها مش ها مش ها لا استخدام يعني نحاس هتتسياح ويبيه عندنا في الريف مثلاً بيجي في ناس متخصصة في سرقة كابلات التليفونات تخدها وتسياحها وتبيحها معدى ده دورياً كل شوية على طول، مثلاً كانت دايما عندنا كل سنة يتسرقوا مرة والكابل لما بيجي بيكلفهم متين تلتمائة ألف جنيه طب أتمنى حد يكون من وزارة الاتصالات يعني يكلمنا يرد علينا يرد على التساؤلات دي نحن نحتاجين الفترة اللي جاية نحن نحل المشاكل دي لو الفايبر الفايبر أوبتيكس أو الالياف الضوئية الكابلات بتاعتها مش هتتسرق فوالله هتوفر علينا فلوس كتير جداً لأنه كابلات النحاس النحاس غالي وغالية الفايبر أوبتيكس أرخص أنا ما عنديش فكرة في السعر بس هي الفكرة إنه هو اللي هيسرقها مش هتتسرق حتى يعني حتى إما وصلها مرة دا دماناً هي مش هتتسرق بغض النظر وبعدين هي الإفشيونس بتاعتها أعلى طبعاً من كفاءات تاعتها سرعات عالية جداً في كل حاجة تاني حاجة برضو في حاجة تانية كنت عايز تتكلم عنها في موضوع السعر الفكرة إنه هم الأسعار اللي هم بيحطوها دي اللي بيتحكم فيها أسبوع هو المفروض الرسمي على الأوراق هو بيتحكم فيها الجهاز القومي لتانزيم الاتصالات ولكن الحقيقة crappy كلما نتصل بشركة نحن من نarteية الدعاء من الأسعار عندك شكوى قدما في الجهاز القومي لتانزيم الاتصالات أي شيء قدمي يدود قم crec انك найمش دعوة أنا أمdest and you هم من أنت ؟ كذلك وقدمنا شكاوى في الجهاز القومي لتانزيم الاتصالات نعم، هذا هو سؤال. نحن نقول مرحلة مرحلة إذا كنتم تحدثوا من ومن رد عليكم في جمهورية مصر العربية؟ نحن نذهب في طريقة التفكير العلمي لحل المشكلات. نحن نرى المشكلة ونرى ما هي المتاح لنا وهو حاجة شرعية نمشي فيها بدون إحداث. ما هي الاختيارات التي تحدثكم؟ أول شيء، نحن نحدث عن الشركات وقلنا أننا لدينا سوق في الخدمة. الشركات حاولتنا على من؟ هل هذه الشركات الرئيسية أو شركات خدمة الإنترنت؟ كل شخص يتصل بالإنترنت ومزاود خدمة الإنترنت. أنا لدي مشكلة في السرعة، فإن رغوطر وفتحه، ومشكلة في السنترال، ارجع للجهاز القامل للتنظيم للتنظيمات هو المسؤولة لحل المشكلة. الجهاز القامل للتنظيم للتنظيمات مشكوراً مخصص رقم للشكاو. مية خمسة وخمسة. نحن عملنا هامرينج على مية خمسة وخمسة. كما كل المشتركين معنا في الصفحة قلنا نتصل على مية خمسة وخمسين وكل واحد يسجل مشكلته للجهاز القامل للتنظيم للتنظيم للتصلاة، لكي يدعونا للحوار. دعوة للحوار لكي يرى مطالبنا. حضرتكو كتبت شكاوى محددة من حاجات محددة، وكتبيني مطالبنا وكتبيني طالبنا حوار إيه بقى؟ عايزين يعرفوا مطالبنا مطالب إيه؟ دي مش مظاهرة منافع؟ عبرتك؟ هم عايزين يعرفوا الشباب مع أنه إحنا قريدي أعلان إحنا محددين كل مطالبنا حضرتك كل مطالبنا معروفة هم لو طلبوها هننزلها على صفحتنا الرسمية وكمان إحنا عملنا حاجة لتزلم شركات الإنترنت ولا هتزلم المستخدم المصري ولا هتزلم الجهاز التنظيم الإتصالات إحنا هنعمل حددنا هو السؤال جهاز التنظيم الإتصالات يعني هو التحور في إيه؟ أنا لا أعلم أصليه ليس مظاهرة ولا دي مطالب ولا دي سورة ما علينا هو المهم إحنا عملنا نفتل كلام بإيه عسين ودخلال سوقتنا بيخلص اللي حقيقي يخلص بسرعة كده؟ أه، لأسف توقع عددك عصر التكنولوجيا عصر السرعة وكل حاجة بتجرب سرعة إحنا أهم حاجة بس عايزين نوصل التوعية للناس لأن الناس مضحوك عليها ومش عارفوا أنها مضحوك عليها لأن المواطن المصري الغالبان أي حد يعني هو بيتصل بخدمة العملاء دي المشكلة عندك هو مش فاهم أنا عندي سؤال بسيط هو المفترض طبعا أنه يعني مش مفترض أن تقوموا بدا بس ده جهود أهلي مشكور بس هو مين المفترض أنه هو يرائب على هذي الأسعار؟ هو جهاز التنظيم للتصلاة بردو؟ بردو؟ هو الخصم جهاز التابعة للتصلاة هو جهاز التنظيم للتصلاة ما ينفعش مثلا أي شركة إنترنت أو محمول أو أي حاجة تنزل عرض مش موجود في الثلاث شركات لازم كله كل الشركات يبقى فيها نفس الحاجة مع بعض هو فيه حاجة بس إضافة بسيطة شركة تيديتا شركة تيديتا تابعة للتصلاة مش إعلان ده هي تابعة الشركة الرسمية هي على فكرة هي التي توزع أنت على شركات مصر كلها هي التي مسيطرة على كلها لا يوجد شركة تستطيع تعمل عرض لما تيديتا توافق علي أنا بعمل تست مبارح على شركة من الشركات اللي أنا جايب روتر منها هي شركة محمول أنا جايب منها روتر قال لي الإي اس بي بتاعك تيديتا أساساً يعني كله في الآخر تيديتا عند الشركة الحكومية بس هي رسالة بس للمسؤولين إحنا مطالبنا معروفة مش لازم نعمل مفاوضات وحوارات وتعالوا عودوا معنا مفاوضات عليها جميعا هنروح هنروح نشوف آخر قمي روحوا بقى ويعني إيه ماتخلصوا تشوفوا بقى الموضوع إيه ترجعوا لنا بقى نقول ونشرك معنا المصريين كلهم الجيولوجي مهندس الإسلام خلد منصق عام صفحة طاولة الإنترنت بشكرك ومهندس شريف انتصار المصمم الصناعي بشكرك وشباب ونتمنى أن الناس كلها توعى حقوقها ونتمنى أن يتقابل يكون يعني في نتيجة للحضرات قولتو يا ربي مشاهديدة دي كانت نهاية فقرتنا أعتقد أنه محدش هيسكت على حقوق بعد كده ولا هينفع أنه تبقى في أسعار كده لليها ضابط ولا رابط لأنه في حاجة اسمها هيمش الربحية في كل حتة في العالم في كل سلعة في الدنيا ولو في أجهزة في بلدنا لسه مش عارفة تقوم بدورها أعتقد أنه ما بقاش فيه وقت نقمة يديع بعد كده كلنا لازم نشتغل من كبير البلد لصغيرها لسه فقراتنا مستمرة بعد الفاصل تابعنا